موسيقى أنا بطيرة على أطراز الدريم لاينر 7H7 7H7 بيجرح رحلات رحلات تم تطلب بتتجدول أنا ما تجدولتش فالرحلة دي طلبوني عليها تطلع يا كابتن وليد لندن بكرة حضرتك فاضي تطلع وطلع رجل يوتيوبر وقاب بيصور وبعدين مركز معايا وبعدين شكل الطيارة وأنا نازل لفت نظر لفت نظر عشان في طيارات تانية كانت شكلها خطير فهو ده اللي لفت نظر العالم هو ده اللي لفت نظر الناس أنا نزلت على الأرض رحت الموقع بتاعي سبت طيارتي سلمت الكرول اللي كان جاي معايا راكب سلمت الطيارة وسلام عليكم رحت خدت الكرول اللي معايا بالكوبالات اللي معايا وروحنا اللوكان ده ونمنا خلاص ويسفا جاتا بالليل الدنيا الدنيا بتتكلم كلام إشادة في مستران وفي طارين مستران دي حاجة فرحتني حصل الكلام ده بقى دي ربنا دي ربنا سبحانه وتعالى مش أنا مش أنا أنا ما عملتش عاجة أنا أنا كنت أمين في عملية بس أي حد كان قبل الرحلة كان يعمل نفس اللي أنا أعمل به أنا بتريت أتعلم طيران في أواخر 88 في السيرب الأول الشراعي في القوات الجوية كان سيرب بينشر الوعي الجوي طرت في أول طيارة في حياتي طرت فيها كانت موتور جلايدر وخدت موتور جلايدر وخدت موتور جلايدر وخدت موتور جلايدر وتعينت في السيرب ده مدرس بعد ما أخدت رخصة مدرس وبعد كده بعد ما قدت ساعة طهران معينة روح تكملت بيت الدراسات للطهر التجاري ثم التحقت بشركة مستران مدرستنا الكبيرة ثم ثم مساعد بوني 500 مساعد 320 مساعد 340 كابتن 500 كابتن 4600 ثم كابتن 787 وبعد كده ناب رئيس مجلس طارن للشحن الجوي ثم رئيس مجلس طارن للشحن الجوي ثم رئيس مجلس طارن فترة مساكت نادي طهران الرياضي سنة 2014 نادي طهران ما كانش فيه اي امكانية فلوس خالص عملت نادي ده واشتريت نادي جديد كنت وقتها صغير برضه عندي 36 سنة جم قالولي تعالى يا جماعة ده أنا صغير ده أنا على شمالي وزير مسك نادي وكان اميها اللي ارحمه الوزير فهد سلطان وكان نادي الشمس كان الوزير عمر عبدالاخر كان محافظ القاهرة وانا نادي الطهران وانا صغير ودخلت قادة المسؤولية والحمد الله رب العالمين عملت طفرة ونقلة نوعية كل حاجة حصلتلي في حياتي ربنا سبحانك على المرأة ليسعى وليس علي إدراك النجاح لان الطائرة الشبابر دي اللي انا موتو جيلايدر دي هي دي اللي انا تعلمت عليها اي تكنيس اللي انا مشيت بيه طول عمري لغاية اخر لندنج اللي الناس بتتكلم عليه اللي هو بتاع لندن هيترو واللي حصل اول مبارك في لندن ده اكتر حاجة فرحاني مش وليد مراد طيارة مسترة وما الراجل كان الانجليزي بيقولك ايجيبتير وبقد ان الناس نزلة بتفخر بقى ايجيبتير دي اهم حاجة بالنسبة لي انا راجل قديم يعني طبعا انا امتنانا شكرا شكرا انا رحلة دي دي شغلي ده عملي انا بحب البلد انا بحب الشركة الخيرها علي اللي مقعداني لغاية دلوقتي في شركة مستران لينا بسموحات لو عدناها التأثر في السلامة يعني لو كنت داخل الابروتش زي اي طورة عملت أوفرشوت او زي اي طورة لغت الاقتراب انا كنت هلغت الاقتراب احنا محترفين احنا لينا حد في السلامة انما الحمدلله انا طول ما انا نازل العاصفة انا كنترولينج العاصفة لو العاصفة بتاريت تدغلب علي انا همشي كل حاجة احنا وغدين بلنا منها بتركيز مية في المية اي حاجة احنا بنروح الرحلة بمركز العمليات المتكامل بتاعنا او على مصطوى راقي بنروح على ساعة ونص قبل الاقلاع بناخد التلقين الكامل عن كافة شيء من اول ما نطلع من مطار القاهرة وحالة مطار القاهرة لغاية مطار الوصول الكلاينت اللي بيجيلي بيشتري مني عشرين يركب مصطويران يركب مصطويران سمعة زي الحاجة اللطيفة اللي احنا عملناها كده العالم يبقى طيارة طيارينها مختلفين على قدر من المسؤولية بلاس طيارات حديثة يشرف لينا ان مصر الطياران طيارتنا على احدى استرازات في العالم دريم لاينار هي دريم لاينار بنشكر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفلتاح السيسي ان في وسط الازمة دي ان هو امد مصر الطياران بفلوس ورفض الاستغناء عن اي طيار من شركة مصر الطياران وافخر ان انا اول لايسنس خدتها خدتها على طيارات القاتل الجوية